مبادرة مراسل مدارس مبادرة مراسل مدارس تجربة عملية مبتكرة تتبنىها وزارة التربية والتعليم أثبتت نجاحها في إشراك الطلبة من المراحل الدراسية كافة في العمل الإعلامي بصوره المتنوعة والإلمام بجميع آليات العمل المستخدمة فيه 150 طالبا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية التحقوا بأعمال ورشة تدريبية جديدة تندرج تحت مظلة مبادرة مراسل مدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي انضمت مؤخرا للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا لتستكمل ما بدأته من خطوات واثقة نحو النجاح الطلاب والطالبات اللي معانا هم سفراء وزارة التربية هم سفراء لرسالة بحريننا وهم أيضا سفراء للطلاب أيضا فمن خلال التواصل من خلال تعريفهم بفكرة الخطة الوطنية من خلال تعريفهم بالأهداف خطة وطنية ومقومات الخطة الوطنية وفكرة تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة إذا استطعنا أن نصل إلى هذه المجموعة الصغيرة والتي هم السفراء الإعلاميين أكيد نستطيع أن نصل إلى الشريحة الأكبر من طلاب وطالبات وزارة التربية مراسل مدارس مبادرة وطنية هادفة أطلقتها وزارة التربية والتعليم اجتملت على باقة من البرامج التدريبية المختصة الرامية إلى انخراط طلبة المدارس في المملكة بالمجال الإعلامي الواسع مشنت مبادرة مراسل مدارس من قبل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب 2013 تلقى هذه المبادرة دعم كبير من قبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والمتابعة للطلبة من خلال المشاركة في فعاليات البحرين وفعاليات صرح الميثاق مما يساهم في خلق جيل إعلامي يمثل مملكة البحرين في المجال الإعلامي داخل البحرين وخارجها طبعا هذه المبادرة عندنا موجودة في وزارة التربية والتعليم وهذه المبادرة ولله الحمد فريدة من نوعها في المنطقة الهدف منها خلق جيل إعلامي واعي في جميع المدارس يسلط الضوء على إنجازاتهم التعليمية في المدارس وإن شاء الله في المستقبل يسلطون الضوء على إنجازات الوطن ويمثلون البحرين في المحافل الدولي وخلق جيل إعلامي يكون رافض لوزارة الإعلام ورافض للبحرين في العمل الإعلامي مشاركتهم في العديد من أهم التغطيات المحلية والعربية كان له مردوده الإيجابي في سقل شخصيتهم الإعلامية وأعدادهم إعدادا جيدا خصوصا من بعد خضوعهم لبرامج تأهلية حاكت طبيعة الاستعداد النفسي لمواجهة عدسة الكاميرا وإدارة الحوارات الإذاعية والتلفزيونية إضافة إلى التعرف على أساسيات التعامل مع المايكروفون إلى جانب التقنيات الحديثة المستخدمة في عمل التقارير الإخبارية بالبداية أشكر وزاة التربية والتعليم عطوني الفرصة كوني أصير عضوة في مدارة مراسل ومدارس ومن المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية ونسنة خريجة وإن شاء الله في الجامعة بكمل الإعلام وأصير مثلك علامية ويفتخرون فيني البحرين مبادرة مراسل ومدارس تشكر عليها الوزارة في الحقيقة هي نمت مهاراتنا الإعلامية بشكل جدا كبير وأكسبتنا معلومات جدا قيمة في مجال الإعلام مما ساهم في أنها طلعتنا للمهرجانات الوطنية التي تنظمها الوزارة وأنا في الفترة الأخيرة كنت عارف لمهرجان البحرين أولا وهذا كله بفضل مشاركتي في هذه المبادرة القيمة اللي ساهمت في سقل مواهبنا الإعلامية قدمت لنا وزارة التربية والتعليم الورش والدورات اللي ساعدتنا عشان نكون نحن اليوم إعلاميين ونقدم مقابلات وتقطيات أنا أول سنة أشارك حبيت أشارك لسبب أول شي لسبب مدرستني اختارتني ثاني شي علشان أطلع قدراتي اللي عندي من خلال هاي البرنامج لأنه أنا مشاركة في اللجنة الإعلامية فحبه لأن هاي البرنامج أحس أنه راح يطور مهاراتي هذا ما معنا اليوم معكم الطالب حمد سعود ومن فريق مراسل المدارس ونشكركم لحسن السماء مبادرة وطنية تستهدف عمق الطاقات الإعلامية الماكثة في نفوس الطلبة لإخراجها إلى واقع الوجود بأسلوب عملي ينمي حس المهنية لديهم ليكونوا مستقبلاً رواداً في صناعة الحرف والكلمة ولديهم القدرة التامة على تغطية الأحداث المختلفة بطريقة احترافية بحتة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر